ورجعنا لكم تاني عاقب انتهاء الشوت الأول من مباراة مصر وأنجولا في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الياد ودلوقتي طبعا بيسعدني ينضم لي ضيوفي الأعزاء نجمنا الكبار طبعا كباتلنا الكبار دكتور فوزي فطالي نجم نجوم منتخب مصر والنادي الأهل السابق برحب بيك طبعا يا كابتن أهلا مصر عبدالله كابتن محمد عبدالله نجم نجوم منتخب النادي الأهل ومتخب مصر السابق برحب بيك طبعا كابتن محمد يمكن احنا ما كانش لينا فرصة كبيرة قبل بدء هذه المباراة نحنا نتكلم في تفاصيل رؤية طبعا كابتلنا الكبار في بداية المباراة وفي يعني الرؤية الفنية والتحليلية وازاي نبدأ ويعني يمكن كمان ما تكلمناش عن نتائج المطشاط اللي كانت موجودة في ربع النهائي النهاردة يمكن كان فيه أكتر من مطش قبل مباراة مصر وأنجولا مباراة الرأس الأخضر والمغرب انتهت بنتيجة 31-22 لصالح الرأس الأخضر وأيضا الجزائر كانت فيه مواجهة الكنغو الديمقراطية وقدرت أن هي تفوز على الكنغو الديمقراطية بنتيجة 36-23 انتهت أو انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وأنجولا بنتيجة 2013 الحياة شايفين أداء كبير وده اللي تعودنا منه كمان في الدور التمهيدي أو دور المجموعات اللي شفناه بدءا من طبعا غينيا مرورا باقي كونغو برازافيل وختاما باقي الكاميرون الحقيقة منتخب مصر عامل أداء كبير جدا وإن شاء الله يختتم هذه البطولة ويكون يعني أو يقدر يحسم كمان البطولة لصالح إن شاء الله وبعد كده بقى يتأهل مباشرة لأولمبياد باريس 20-24 ومن ثم طبعا بطولة العالم في 20-25 كابتن فوزي خليني أبدأ مع حضرتك يمكن إحنا ما كانش لينا الفرصة أن إحنا نتكلم عن بداية هذه المباراة إزاي المدير الفني يبدأ هذه المباراة شايف شوت أول إزاي شايفين الحقيقة إن منتخب مصر مسيطر على الشوت ده هل دي كانت البداية اللي حضرتك يتمنيها للشوت الأول من براءة ولا كان لك رؤية فنية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم هي الحقيقة البداية إنها موزاجية ده اللي كان لك أحد متوقعه خلاص أنت دخلت في أدوار الحسم الحقيقية فرقة أنجولا فرقة تقيلة عاملة مع تونس 30-33 تعبوا فريق تونس جدا إذا كان فريق تونس بالمنظر ده يبقى أعتقد أن فرصه مش كبيرة فرقتنا نازلة تشكيل الأمثل الحقيقة بالنسبة لها نازلة عرفة هدفها كويس قوي مركزين كويس قوي وده باين جدا من نسبة الأخطاء اللي موجودة عندنا إحنا عملنا حوالي 27 هجمة هي 3 هجمات اللي حصل فيها أخطاء والباقي كله أنت بتسجليه بتوصلي للمرمى فيه يعني من 24 هجمة أنت مسجلة 20 هدف دي نسبة عالية جدا 83% فده واضح معناه التركيز مش مركزين قوي على الفاست سنتر عندنا لكن مقابل التركيز في الدفاع كويس جدا قفلين الصغرات عارفين يقفلوا مفاتيح اللعب ولو إن المباراة دي يتظهر اللعب رقم 99 الباكليفت بتاع أنجولا حقيقة كان يده مش يتشوي في كرتين 3 بس يرجعوا بعد كده يقدروا يسيطروا على الماضي الدفاع هو المكسب العالي في هذا الجيل ده حقيقة ده اللي أنا شايفه قدامي 20-13 نتيجة شوط الأولاني هي نتيجة عادلة جدا نهن الدفاع نتمنى أنهم يستمروا على كده في الشوط التاني إن شاء الله إن شاء الله من أفضل فرق يعني اللي منتقى مرسل لعبها في الأدوار التمهيدية ويمكن عندهم مقاومات كويسة وسرعات أحسن من الفرق اللي إحنا لعبناها قبل كده وحتى كمان ده بين على لعبة الخط الخلفي أجلبية التصويب من بره ما كانش حد بيشوت من الفرق اللي إحنا قبلناها قبل كده من الخط الخلفي كتير فإحنا حوالي 13 هدف اللي ده كانوا مرمو من منتخب مصر في منهم حوالي مثلا بتاع 8 تصويبات من بره بس ده يعني إحنا بنطالب لعبة منتخب مصر إن هي يبقى في مقابلة أحسن من كده شوي لكن الأمور ماشية كويس وطبعا ميستر باستر برده يمكن مدخل حتة الروتيشن برده بين اللاعبين بحيث إن هو برضو ما يبقاش فيه لعب يقعد وقت طويل على الدكة بره وكل الناس اللي موجودة في المباراة تشارك أعتقد إن هو هيدي فرصة أكبر لممدوح حاشم الشوت الثاني ومحمد سند برضو نفس الكلام لإحنا شفنا يمكن الوينجات ما تغيروش يمكن سيسا في آخر عشر دقايق اتغير مع سفة درع وأكرم يسري يكمل الشوت كله فأعتقد إن هيحصل برضو تجير في الشوت الثاني طيب كابتن فوزي زي ما حدرتك قلت ممكن أنجولا ماشية الحقيقة شايفين مستوى عالي في المباريات اللي خضى فيه دور المجموعات سواء أمام نيجيريا 26-24 أمام كينيا 48-20 وده كان فرق كبير جدا وأمام المنتخب الأقوى وهو منتخب تونس كان 30-33 لصالح تونس وده المباراة الوحيدة اللي خسرها منتخب أنجولا في مجموعته لو أنجولا قدامها فرصة أن هي تعمل كومباك إيه أبرز نقاط الضعف الموجودة عند أنجولا يشتغل عليها الجهاز الفني لمنتخب نصر طبعا أنا أريد أن أقول حاجة هو في أنجولا وهي بتهجم لما بتبدأ الأمور تهرب منه بيعمل الآتي بيسحب الحارس وبيلعب سبع لعبين لكن للأسف هم مش مجهزين تماما للأداء ده إنما هو الراجل بيعمل للترايف ده الحاجة التانية لما بيلاقي المنافس اللي قدامه أخذ استبعاد ديئتين بيبدأ يعلى عشان يخليه خلص الهجمة بسرعة أو يقطع الكرة ويستثمرها بهدف الحقيقة تركيزهم في النقطة دي أفضل بكتير من لعبهم سبعة على ستة أعتقد أن أضعف نقاط في دفاع أنجولا اللي هي ما بين واحد واثنين وما بين واحد واثنين من ناحيتين هم مركزين جدا دفاعهم في منطقة المنتصف وعارفين قوة وخطورة منتخب مصر سواء التصويب من الخارج وأخذي بالك أنت الغد دلوقتي يسا حسن قداح ما دخلش مهم ما شطش كرة من بره يمكن الدرع هو حط كورتين وعليزين حط كرة بس من بره وبقية كور كلها كانت اختراقات أو توصيل لعب مع لعب الدائر فالمفترض أن كنتي بتلعبي بالطريقة اللي تقدر توصلك إلى هدفك إيه هي؟ ممكن يكون الشط من بره ممكن في وقت من الأقوات التانية يبقى توصيل الكور للأجنحة يعني سيسا مثلا أول كورة وصلته في الجناح كانت ينكي في الدائرة 8 أو 9 من الشط الأولين المتطلبات لعب كانت كده لكن لو هتستمر على كده لازم تفتحي الدفاع عشان تقدر يسهلي مهمة الاختراقات للعب خط الخلفي أو استغلال لعب الدائر طيب كابتن عبدالله حضرت اتكلمت عن فكرة التشكيل ودائما احنا اتكلمنا في البطولة دي أن ما فيش حد أساسي وما فيش حد احتياطي إخوان كارلوس الحياة بيحاول أنه هو بيشارك جميع لعاب منتخب مصر شايفين النهاردة يمكن كابتن فوزي تكلم عن البداية النموذجية بالتشكيل ده شايف أنه في الشوت التاني هنسبب التشكيل هيحصل روتايشن تاني اللي ممكن حضرتك من وجهة نظرك يتم تغييره في الشوت التاني اعتقد برضو هيبدأ بنفس التشكيل اللي بدأ بالشوت الأولاني مع تغيير طفيف بنزول حسن أدح هيدي له فرصة أكبر برضو ويحاول أنه هو زي ما كابتن فوزي كان بيتكلم أنه إحنا اللعبة أجلبيته محصور للخط الخلفي عندنا فإحنا لازم نعرف نوزع الكور بتاعتنا على الوينجات بحيث أنه يبقى فيه مشاركة الوينجات بشكل أكبر شوية لغير المطشل اللي فات المطشل اللي فات كان الجلبة كانت للوينجات من خلين 24 جوم من من حوالي 35 فإن شاء الله يمكن الشوت التاني دوت الأمور تتضبط بس اللي إحنا شايفينه أو اللي أنا شفته في الشوت الأولاني أن منتخب مصر كان برضو بيلعب على هجمة السريعة النجح أن هو يحرز ثلاث أهداف من هجوم خاطف وبرضو لعب على اتنين فاس سنتر وده برضو ما كانش موجود في المشاركة اللي قبل كده لأن الموات شاصة ما كانش يستدعي قبل كده أن احنا نلعب فاس سنتر فرد تانجولا برضو بتحاول أن هي تلعب على فاس سنتر فأعتقد أن الشوت التانية هيبقى مؤثر فيه الحاجات دي شوي طيب احنا عايزين نتكلم عن ترتيب المجموعات بعد طبعا نهاية الدور التمهيدي خليها نتكلم عن ترتيب المجموعة الأولى الرأس الأخضر طبعا بيأتي فيه أو في صدارة هذه المجموعة المباريات طبعا يعني كل المباريات احنا بنتكلم كل الفرق أو كل منتخبات خاضت ثلاث مباريات الرأس الأخضر فاز فيه لثلاث مباريات يمكن الأهداف كان فرق الأهداف 64 النقاط 6 نقاط كونغو الديمقراطية فازت فيه مبارتين ويعني خسرت مباراة واحدة فقط فرق الأهداف كان 30 والنقاط 4 نقاط أما بالنسبة لرواندا الحقيقة كانت فازت فيه مباراة واحدة فقط وخسرت فيه مبارتين وكانت النقاط 2 وزنبيا بتتزيل هذه المجموعة أما سريعا بالنسبة للمجموعة الثانية طبعا زي ما احنا عارفين مصر على رأس هذه المجموعة فازت فيه لثلاث مباريات فرق أهداف 52 6 نقاط غينيا فازت فيه مبارتين خسرت مباراة 4 نقاط كاميرون فازت فيه مباراة وخسرت مبارتين والنقاط 2 وطبعا كونغو برازافيل بتتديل هذه المجموعة أما بالنسبة للمجموعة الثالثة الجزائر برضو يمكن فازت فيه 3 مباريات ب6 نقاط المغرب مبارتين فازتهم وخسرت فيه مباراة واحدة فقط من نقاط 4 نقاط ليبيا فازت فيه مباراة وخسرت فيه مبارتين نقاط عدد نقطتين وفي الجابون بتتديل هذه المجموعة وأخيرا سريعا فيه المجموعة الرابعة تونس فازت فيه 3 مباريات النقاط 6 أنجولا فيه المركز الثاني بأربع نقاط ونيجيريا فيه المركز الثالث بين نقطتين وكينيا بتتديل هذه المجموعة دلوقتي طبعا هنتجه للصالة المغطاة باستاذ القاهرة علشان نبدأ شوت التاني من مباراة مصر وأنجولا وخلاص زي ما احنا قلنا بداية مرحلة الحسم في الدور الربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية طبعا يعني هلطقي بيكم بعد نهاية هذه المباراة وإن شاء الله نكون خلاص بنتأهل للسيمي فاينل أمام يعني في الأغلب هتكون تونس إن شاء الله فإلى هناك